ونحن اليوم في رحاب سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحاب نبي الوفاء في رحاب نبي الكرم في رحاب نبي العظمة في رحاب أعظم خلق الله على الإطلاق سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم فحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تفخر بأنك من أمته وحتى تفخر بأنك تحمل شريعة اعلم أن سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله على الإطلاق هو أعظم من جبريل؟ نعم أعظم من جبريل أعظم من الملائكة المقربين؟ نعم أعظم من الملائكة المقربين أعظم من حملة العرش؟ نعم أعظم من حملة العرش بل هو أعظم من جميع الأنبياء كلهم بلا استثناء أعظم من الخليل إبراهيم نعم أعظم من موسى الكليم نعم أعظم من موسى الكليم نعم بل إن الإمام الشافعي ردوان الله عليه وأرضاه محمد بن إدريس يقول ما أعطى الله نبيا شيئا إلا وأعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو خير منه قالوا كيف يا شافعي إزاي اللي انت بتقول ده قالوا كان لعيسى إحياء الموتى سيدنا عيسى أحيى الله به الموتى فقال كان لمحمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزع نعم حن الجزع لسيدنا صلى الله عليه وسلم حينما فارقه ووقف على المنبر فظل يئن وظل يبكي بكاء الطفل الذي فقد مصدر الحنين حتى نزل الحبيب صلى الله عليه وسلم من على منبره وضمه إلى صدره قالوا يا شافعي كان لموسى نبع الماء من الحجر نعم أخرج الله لسيدنا موسى الماء من الحجر فقال الإمام الشافعي كان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قالوا يا شافعي كان لسيدنا سليمان تسخير الريح قال نعم وكان لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم رحلتين إسراء والمعراج ورسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم من جبريل ولو تأملت في رحلة الإسراء والمعراج لوجدت أن المصطفى الحبيب يركب البراق وسيدنا جبريل أمين وحي السماء يأخذ باللجام في أدب احتراما مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم وهو أعظم من الكلم اسمع معي وتأمل موسى عليه السلام حينما طلب من ربه أن يراه وشتان شتان ما بين طالب ومطلوب نعم موسى طلب من ربه أن يراه قال كما ذكر القرآن وأوضح قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك فموسى طالب لكن الحبيب مطلوب ولذا قال ربه عنه في القرآن ما زاغ البصر وما طغى اسمع إلى القرآن وهو يتحدث عن موسى راجيا لربه قائلا داعيا رب شرح لي صدري ويسل لي أمري لكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما طلب وإنما أعطي اسمع إلى قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله أكبر ولله ضر من قال ولو قرنت لفظة لن تراني بما زاغ البصر فهمت معنا فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن بيزيغ ذهنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله نعم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم من الخليل إبراهيم والدليل من القرآن الكريم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لو كنت متخدا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا أما لين حصل يا رسول الله ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن يعني يقصد الحبيب خلته لله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم لا يصل إلى الله إلا بالواسطة اسمع القرآن هو الذي ذكر اسمع معي وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ لكن الحبيب المحبوب لكن النبي المصطفى قال الله عنه فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْعَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى الخليل إبراهيم كانت مغفرة زنوبه في دائرة الطمع طامع الراجية اسمع إلى ما قاله ربنا في حقه في القرآن وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ لكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربه بمغفرة ذنبه في دائرة اليقين اسمع لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ نعم والخليل إبراهيم قال في المحنة والأزمة حسبنا الله ونعم الوكيل لكن الحبيب محمد لكن النبي المحبوب قال له ربه في ساعة الأزمة يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ والخليل إبراهيم يدعو الله راجيا قائلا وَلَا تُخْزِنِي أَوْمَ يُبَاسُونَ لكن الخليل محمدًا صلى الله عليه وسلم قال له ربه وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ فَلَا يُذْكَرُ الْرَبُّ الْعَلِيُّ إِلَّا إِذَا ذُكِرَ سَيِّدُنَا النَّبَيِّ ولله ضر من قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهده وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد بأبي أنت وأمي يا رسول الله عن وصفه عجزت نفوس عاشقة قدها لها فيض المكارم والتقى الله قد صلى عليه مسبقا وكذا الملائكة الكرام تشوقا فهذا الجمال والكمال تناسقا وأريجه في الكون مسكا عابقا من قبل آدم نوره قد أشرقا فبدى سراجا في السماء متألقا حاز النبوة من دهور ساحقة من قبل بدء للخلائق مطلقة كل النبيين قد أناروا المشرقة مبشرين بالرسول المرتقة الله قد أخذ عليهم موثقة إن أدركوه أن يكون مصدقة بمكارم الأخلاق دعا وتخلقا قلب رحيم بالمؤمنين ترفقا ذو عطرة طهرت ونالت تفوقا برحمة وبركة من الإله توافقا فالكل في كرب وخضب محدقة والشمس تدنو من الرؤوس حارقة الكوسر المعسول نهر تدفقا وكؤوسه بيد النبي المغدقة من ذاقها نال نعيما فائقة فاز بمنجى من جحيم الساعقة ملي بدرجات الجنان الشاهقة في صحبة المختار خير موفقة يا رب إن كان قلبي من ذنوبي مشفقة فالعفو منك يا إلهي محققا فالطف بعبد فالطف بعبد فارحم عبدا فالطف بعبد لا يزال محلقة بسماء جودك بالرضى متعلقة وأدم صلاتك على الحبيب المصطفى ما حن قلب للحبيب وأخفقه صلاة وسلام يليقان بمقامك يا سيدي يا رسول الله اشتركوا في القناة